شركة فنادق عشار السياحية كشفت عن سيادة نسبة الأرباح للمستثمرين خلال العام المقبل أثناء اجتماعها الذي نقشت فيه جميع القضايا التي تخص الشركة لا سيما بعد حل جميع المعوقات اليوم كان اجتماع الهيئة العامة لشركات عشتار شيرتون السنوي وبطبيعة الحال طرحت كثير من القضايا وأيضا تم مناقشة التقرير المالي ومناقشة كثير من المشاكل هناك تفاؤل كبير وهناك إنجاز تحقق في زمن مجلس إدارة الحالي حل جميع الاشكاليات السابقة والآن طرح في الهيئة العامة موضوع ما تحقق من أرباح وهناك مشاريع كبيرة وأرباح تحقق للفندق خلال سنة واحدة مبالغ مهمة ستساهم وتساعد على صعود سعر سهم الشيرتون وشيرتون الآن يعتبر من الشركات المهمة في القطاع السياحي وحققت بموجب التقارير وموجب التقارير المالي حققت أرباح مهمة جدا ستنعكس إيجابيا على المساهم كان اجتماع متميز تم خلاله مناقشة عدد كبير من القضايا المهمة خرجنا بنتائج ممتازة جدا تخدم جميع المساهمين ومجلس إدارة استطاع أن يخطو هذا العام خطوات كبيرة في معالجة كثير من الفات العالقة التي تخص عمل الشركة كان أداءه متميز المساهمين نبشرهم إن شاء الله ستكون نتائج العام القادم نتائج جيدة وسيحققون أرباح جيدة وسيكون لشركة عشتار شيرتون نصيب متميز في سوق العراق الأوراق المالية وأكد مجلس إدارة فنادق عشتار السياحية معالجته العجز من الاحتياطات المتوفرة كما ناقش الاجتماع أهمية الاستثمار واستعرض للمستثمرين أبرز المشاكل التي كانت تؤثر على حجم الاستثمار في فنادق عشتار تقييمنا لهذا الاجتماع كان تقييم جيد جدا لأنه اجتماع السابق كان يحتوي عدة مشاكل والحمد لله في هذا الاجتماع انحلت العديد من المشاكل التي كانت يحتويها الاجتماع السابق منها القضايا المهمة مثل الأرض وغيرها من الأمور المهمة فالحمد لله الاجتماع حقق المبغى التي كان ينشر إلىه في هذا اليوم زيادة الإرادات والتوجه العام للمجلس الإدارة على جعل الفندق من الفنادق يعني الممتازة من الفنادق التي تكون واجهة العراق السياحية والاقتصادية بنفس الوقت وزيدنا إن شاء الله رأس المال بخلال الرسملة ما خلينا عبع المساهم أن يزيد هو وإحنا منا لثلاث شهر إن شاء الله مقام هذه الشركة اللي هي شركة فنادق عشتار رح يكون مقامها جدا جيد في سوق بغداد الأوراق المالية وأعتقد أسعار أسهمها رح يحقق أرباح جدا جيدة وناقش مجلس إدارة هيئة شركات فنادق عشتار تقرير مجلس الإدارة نشاط الشركة لسنة المتهية 2013 وتقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة سنة 2013 حيث تم المصادقة عليهما والموافقة على إطفاء 70% من أصل العز المتراكم ومناقشة زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% ترجمة نانسي قنقر